بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلاب وطالبات الصف الثاني لابتدائي في التعليم المستمر أسعد الله وأوقاتكم بكل خير وحياكم الله في درس جديد من دروس مقرر لغتي تعالوا معي لنتعرف موضوع هذا الدرس موضوع الدرس أسد البحر بن ماجد وهو الدرس الثاني في هذا الموضوع نبدأ على بركة الله بتعرف أهداف الدرس الهدف الأول قراءة النص قراءة معبرة الهدف الثاني تقويم القراءة ذاتيا الهدف الثالث إغناء المعجم بمفردات جديدة والهدف الرابع تقدير جهود علماء المسلمين البارزين بإذن الله سنتعاون جميعا على تحقيق هذه الأهداف بنهاية الدرس نبدأ بقراءة النص أنا وأنتم سبقا قرانا هذا النص في الدرس الماضي المطلوب منكم أن تقرأوا هذا النص مرة أخرى كل واحد منكم يقرأ النص بنفسه نبدأ من بداية النص أسد البحر بن ماجد أحمد بن ماجد ملاح عربي أصله من ظفار إحدى مقاطعات سلطنة عمان ورث حب البحر عن والده الذي كان ربانا معروفا في البحر الأحمر وكان محبا للقراءة والاطلاع ركب البحر وهو صبي صغير مع والده وقرأ كثيرا من مؤلفات الذين سبقوه خاصة في الجغرافيا وعلم الفلك طبق العلم في حياته فكان ملاحا ماهرا على درجة كبيرة من الثقافة كما فاق والده في مجال الملاحة في المحيط الهندي وكان على دراية باللغات السائدة في تلك المنطقة ومنها الفارسية والهندية والسواحلية بالإضافة إلى لغته العربية قضى بن ماجد في البحر أكثر من خمسين سنة ابتكر بعض القياسات الفلكية والبحرية وأدخل بعض التحسينات على البوصلة التي كان يسميها الحقة أو بيت الإبرة وهي الآلة التي توضح الاتجاه في البحر ألف بن ماجد ثلاثين مؤلفا تعد أساس علم الملاحة البحرية ذكر فيها مواقع النجوم وطريقة استعمال البوصلة ووصف البحر الأحمر وجزره وشعابه المرجانية استخدم في تأليف كتبه الشعر السهل ليسهل على الملاحين حفظها وترديدها كما دون في مؤلفاته نصائح وتجارب ملاحية لعل الملاحين يستفيدون منها في رحلاتهم بعد أن قرأنا الدرس سنقوم بحل مجموعة من النشاطات إجابات هذه النشاطات ترتبط بهذا النص أنمي لغتي المطلوب هنا أن نصل بين الكلمة في القائمة ألف بمعناها في القائمة با بداية كلمة ربان ما هي الكلمة التي تناسب هذه الكلمة في القائمة با معنى هذه الكلمة عظيم بارك الله فيكم هو قائد السفينة الملاح حسنتم عامل في السفينة ابتكر معنى هذه الكلمة أحسنتم ابتدع شيئا غير مسبوق فاق والده عظيم أحسنتم صار أفضل منه أخيرا كلمة السائدة أحسنتم بارك الله فيكم المنتشرة إذن كلمة ربان بمعنى قائد السفينة الملاح هو عامل في السفينة ابتكر بمعنى ابتدع شيئا غير مسبوق فاق والده مهارة في الملاحة بمعنى صار أفضل من والده أخيرا السائدة بمعنى المنتشرة المطلوب في هذا النشاط أكتبوا أمام كل كلمة ضدها بمعنى عكس هذه الكلمة الكلمة الأولى مجهولا ضد هذه الكلمة أحسنتم معروفا كلمة التي تليها عجمي ما ضد هذه الكلمة أحسنتم عربي أريد من أحدكم أن يضع هذه الكلمة مجهولا في جملة مفيدة فكروا في جملة مفيدة تضع فيها هذه الكلمة مجهولا أحسنتم الآن أريد أن أسمع منكم بارك الله فيك لم يكن الأمر مجهولا بالنسبة لي أيضا أريد كلمة أعجمي من يضع هذه الكلمة في جملة مفيدة أريد أن أسمع منكم الآن أحسنتم هذا كتاب أعجمي بمعنى أنه مكتوب بلغة غير العربية أقرأ أو ألاحظ في هذا المكون أقرأ أو ألاحظ الكلمات الملونة المطلوب منا كل واحد منكم يقرأ هذه الفقرة مع ملاحظة الكلمات الملونة بالأحمر بالأحمر أقرأوا هذه العبارة أو الفقرة ولاحظ الكلمات الملونة بالأحمر وسوف أسألكم عن سبب جعل هذه الكلمات مميزة باللون الأحمر الآن أريد أن أسألكم لماذا هذه الكلمات ملاح وربانا وفاقا والسائدة والمرجانية لونت باللون الأحمر من عنده إجابة؟ عظيم بارك الله فيك بعض هذه الكلمات مثل ما ذكرتم هي فيها كلمات من هذه الكلمات فيها حرف مضعف مثل كلمة ملاح حرف اللام مضعف وكلمة أيضا السائدة السين هنا مضعفة كلمة ربانا أيضا الحرف فيها مضعف وكلمة المرجانية أيضا حرف اليا حرف مضعف كلمة فاقة أحسنتم فيها حرف مد وهو حرف الألف هذه الكلمة تختلف عن الكلمات السابقة هذه كلمة بها أو فيها حرف مد المطلوب هنا في هذا أو في هذا النشاط التالي أنطق التاء المربوطة هاء عند الوقف كما تعرفون أن التاء المربوطة تنطق تاء في حالة الوصل وتنطق هاء عند الوقف المطلوب هنا أن ننطق هذه الكلمات هاء بمعنى أن نقف على كل كلمة فيها تاء مربوطة نقرأ أنا وأنتم ونقف عند الكلمات التي بها تاء مربوطة طبق العلم في حياته حياته هناها فكان ملاحا ماهرا على درجة وكبيرة من الثقافة وابتكر بعض القياسات الفلكية والبحرية لو كنا ننطق الكلمات بشكل أو نصل الكلمات سيختلف نطقنا لهذه الكلمات التي بها تام مربوطة فيمكن أن نقول فيها طبق العلم في حياته فكان ملاحا ماهرا على درجة كبيرة من الثقافة وابتكر بعض القياسات الفلكية والبحرية أقرأ بصوت معبر كل واحد منكم يحاول أن يقرأ هذه العبارة بصوت يعبر عن معنى هذه العبارة لعل الملاحين يستفيدون منها في رحلاتهم حاول أن تقرأ هذه العبارة بصوت يعبر عن معنى هذه العبارة كل واحد منكم يجرب أن يقرأ هذه العبارة جميل بارك الله فيكم أريد أن ألفت انتباهكم إلى أن هنا أسلوب ترجي لعل الفلاحين يستفيدون منها في رحلاتهم ننتقل إلى المكون الذي يلي أستخرج من النص كلمات مختومة بتاء مربوطة المطلوب ثلاث كلمات عد إلى النص بشكل سريع وحاول أن تستخرج ثلاث كلمات تنتهي بتاء مربوطة مثل التي قراناها قبل قليل الآن أريد أن أسمع منكم أن يعطيني أول كلمة بارك الله فيك الملاحة كلمة ثانية أحسنت العربية وأيضا كلمة ثالثة عظيم بارك الله فيك المنطقة المطلوب الآن كلمات مختومة بها هي الكلمات التي تنتهي بها تنطقها في حالتي الواصل والوقف مثل كلمة حياته قبل قليل عد إلى النص وابحث عن ثلاث كلمات تنتهي بها أول كلمة جميل بارك الله فيك لغته كلمة ثانية أحسنت والده والكلمة الثالثة بارك الله فيكم حياته جميع هذه الكلمات تنتهي بها تنطق هذه الكلمة بلها في نهايتها في حالة الواصل أو الوقف كلمات مختومة بيا أيضا المطلوب ثلاث كلمات مختومة بيا في نهايتها ابحث بشكل سريع في النص عن هذه الكلمات من يمثل بأول كلمة؟ أحسنتي عربي كلمة ثانية جميل صبي وأيضا كلمة أخيرة أحسنتم الهندي هذه الكلمات لاحظوا بأنها جميعها تنتهي بيا المطلوب فيما يلي كلمات مختومة بألف على صورة الياء ابحث في النص عن كلمات مختومة بألف على صورة الياء هل وجدتم هذه الكلمات المطلوبة؟ أريد أن أسمع منكم الآن من يعطيني أول كلمة؟ أحسنت قضى الكلمة الثانية هل هناك كلمات أخرى غير هذه الكلمة مختومة بألف على صورة الياء؟ جميل أحسنتم إذن لا يوجد سوى هذه الكلمة كتبت الألف فيها على صورة الياء كلمة قضى ننتقل إلى نشاط آخر بمحاكاة المثال الأول أكمل الفراغ دون في مؤلفاته نصائح وتجارب ملاحية لعل الملاحين يستفيدون منها في رحلاتهم هذا هو النموذج سنقوم ببعد ذلك بالكتابة بمحاكاة هذا النموذج وصف ابن ماجد البحر الأحمر لعل الملاحة نكمل بما يناسب النموذج السابق جميل أحسنتم يستفيد من وصفه في رحلاته وصف ابن ماجد البحر الأحمر لعل الملاحة يستفيد من وصفه في رحلاته الجملة الثالثة ألف ثلاثين مؤلفا عن تجاربه لعل الملاحة أيضا نلاحظ النموذج الأول ونحاول أن نصوغ الجملة على غرار هذا النموذج أسمع منكم إجابة أحسنت يستفيد منها في رحلاته ألف ثلاثين مؤلفا عن تجاربه لعل الملاحة يستفيد منها في رحلاته نصل إلى الواجب المطلوب مننا الواجب كتابة الصفحة الأولى من النص بخط جميل هذه الصفحة صفحة 156 في الكتاب أكتب هذه الصفحة بخط جميل في كراسة الواجب بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذا الدار سأمل أن تكونوا وفدتم مما قدمنا موفقين بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته